اذا انت زعلتها واخطأت بحقها بكلمة او بتصرف يلزمك شرعا ان تراضيها والتي على تنام ويزعلانا واذا نمت ويزعلانا فانه يلحقك من الاثم مثل ما يلحقها من الاثم اذا نامت وانت زعلان لان الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف المعاملة واحدة بعدين قال وللرجال عليهن درجة درجة ولا درجة القوامة والمسؤولية لا درجة الافضلية في التعامل لا الافضلية كلها سوا الناس سوا النساء شقائق الرجال والمرأة هي شقيقة الرجل ولا ينبغي ان يشعر الانسان بالاستعلاء ولا الفوقية ولا الهيمنة والاستكبار والتغطرس لا ربما يتكون المرأة افضل عند الله من الف رجل هي نعم بعض النساء عند الله افضل كما قال الشاعر يقول ولو ان النساء كما ذكرنا لا فضلت النساء على الرجال فما التأنيث لا اسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال يكفي ان اول دم اريق في سبيل الله دم امرأة وهو سمية ابن خباط واول مال انفق في سبيل الله مال امرأة وهو مال خديجة بل اول قلب دخل فيه الاسلام قلب امرأة اول من اسلم من الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها اي نعم فالمرأة لها مكانها لا نسقط حقها ولا نشعرها بالدنيا وانها تحت لا المرأة لها يعني مكانة عظيمة في الاسلام نأخذ منها الحق ونعطيها ايضا الحق الذي اوجبه الله عز وجل لنا اشتركوا في القناة